اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم نعرف تأمين إلزامي للسيارات نعم هلأ كمان صار فيه تأمين إلزامي فرضته وزارة الصناعة ومشكورة هاي ده خطوة كتير حلوبة وان شاء الله باقي الوزارات كمان بيأخدو بها النصايح اللي هو تأمين لكل مشغل المصنع الأعمال الحرة يكون عندهم تأمين صحيح وهيدا كتير مفيد بتاع في اليوم التأمين اه وبالوقت نفسه فيها مشغل من تحت طابق الأرضي أو بالطابق السفلي أو الأندرغراون أو مخيزن بقى هاي دي لازم تتأمن لأنه أي ضرر بصير الكل بيتأثر بقى فرضوا عليهم الحريق والمسئولية المدنية وطوارئ العمل في هالحالات لما بيكون في مصانع تحت الأبنية ممكن أنه التأثير فأزان يكون على كل البناء وهيك التأمين بكم يشمل كل البناء تعرفي لأنه اليوم البناء المصانع أو المشيغل أصلاً ما لازم شكون بالبنيات وهذا خطأ من الترخيص وإن شاء الله البلديات بتاخد بهالنظرة بس طبعاً الأماكن الصناعية إلى أماكنها إلى مناطق خاصة هذا لازم يشمل التأمين بس الحلو هون أنه عم بيقولوله لهالإنسان اللي عنده مصلحة إذا لا سمح الله صار عنده حريق وضرر غيره هو تضرر أول شي خسر وخسر جاره بالوقت نفسه واثنين لازم يكملوا المصلحة واثنين لازم يعيشوا بقى لقوا أنه التأمين تعويض كتير مهم الحريق بيغطي خسارته بيغطي لا سمح الله إذا متد لعند الجيران هايدي هي المسئولية المدنية اللي بتوصل للجيران وبتغطي إذا عنده سيارة عم بيصلحة مش لقله عنده بضاعة مش لقله هايدي بيسموها دايما هي المسئولية تجاه الغير نحنا كنا عنده بالمصلحة صابنا شي زحطنا قلب على راسنا شي كمين هو مسئول عنه بقى هايدي التأمين بيغطيها فإذا مثل ما كنا كمان عم نشوف بالفيديو والتأمين عدت فئات طبعا يعني كمان يجب يكون محدد شغية نوعية التأمين وعلى شو تعرفي الوزارة حددت ثلاث اللي هن العمل طوارئ العمل اللي هن العمال لأنه اليوم انت هالعمل بيجي به انت بتوكليه بمهام انت يقوم بالشغل لأنه يكون انت مسئولي عنه خلال دوام العمل طبعا وبرجع المسئولية المدنية تتغطي مسئوليتك تجاه الغير أو الزوار أو أي شيء اللي انت مسئولي عنه بيكون تحت أهدك والحريق اللي هو ممتلكاتك وهذا كتير مهم لأنه كي بدك تأمني حياتك ومشوارك بقى لكن إذا بدك تأخذي أكتر طبعا التأمين كتير واسع بس هؤلاء أساسيات فيك تأمني تأمين ضد الخسارة الأرباح لوسو بروفت فولوينك فاير أنه الأرباح من جراء الحريق لأنه اليوم أيام مصنعة بينتوج أيام عندك كمان تأمين المعدات المكانات يمكن عندك برادات كبيرة بتحط فيها لحوم وسلجي أسماك وتتعطل أو الموتار يروح كمان انتزع كل هالبضاعة بسموها لوسو بروفت فولوينك مشيني بريكداون فيك تغطي المشيني بريكداون بحد زيته إذا هالمطور أو هالمكنة أو كل شي راحت وحق كتير مصاري كمان بتأمينه تأمين واسع كاتيا بتعرفينه بس المهم الإنسان يبلش يقتنع بالتأمين يحب التأمين يطلب التأمين ويتماشى بالتأمين ضد الحريق مثلا مفروض أن يكون فيه أصلا تجهيزات سيكيوريتي لحتى إذا صار الحريق أو إذا بده يصير الحريق يكون فيه انذار أو إذا صار الحريق يكون فيه طفايات أو إلى آخرها شيء انتوا بتاخدوا بعين الاعتبار أو شيء هيدا كتير مهم مش بناخدوا بعين الاعتبار مثل الطلب الاستشفائي بدك تقولي عن كل شيء عن صحتك هوني نفس الشيء احنا لازم نكشف نشوف السيفتي نشوف السيكيوريتي نشوف تمديد الكهرباء نشوف وبعدين هون بتفرق الحماية حسب نوعية العمل إذا عندك مصنع اسفنش ما بيسوي له طفاية صغيرة وبس عرفتك كل شيء له شيء طبعا هوني فيه موازين بيمش عليها مثل الإنسان إذا بدك يعمل حسب المبلغ بيطلبوا له فحصات طبية أو فحصات دم مختلفة ونفس الشيء هوني بالحريق إذا بدنا نأمن حسب نوعية الخطر أو التأمين نحنا بنحطه عليه الشروط مثل بطوارئ العمل كل ما بتطلعي ببنيات عالية بدك تاخد السيكيوريتي بدك يربط حياله بحزام يحط الهلمت على رأسه يكون الشوز تبعه خاص للعمل ما يكونش مش شيء عادي عم بيشتغل أو بيقرفتكي هاو دي ضوابط دايما موجودين أصلا رب العمل مسؤول عن كل هالحماية لازم اللي بيفتح مصلحة هو يعرف الحماية إذا كمان شركة التأمين رح يكون عنده أختصاصية أنت يكشفه طبعا نحنا كل ما يكون عنده الحماية الحلوة والصحيحة واللي متماشي مع العمل طبعه القصد بيخف عليه بالعكس أنه لازم يعرف حاله أنه هو إذا صرف من هون بيخفف عليه قصد التأمين من هون ولكن التأمين موجود حتى لو كانت تجهيزات مش كاملة إجباري لازم نعم ضروري يكون التأمين ما ترفض شركة التأمين يعني أنه تأمن على مشغل معين لأنه سيكوريتي عنده مش كاملة بلا فيها ترفض بحق إلا إذا السيكوريتي مش كاملة بس كمان شركة التأمين فيها ترفض ربما بالإتفاقيات إعادة الإتفاقيات طبعا يمكن ما بتياخد مواد متفجرة مثل تعفي في عندك اللي بيبيعوا طبعا الصيد أو ما بياخدوا الأماكن لتعبئة الغاز أو ما بياخدوا المصانع اللي بتعمل سفنج حسب التريتي طبعا حسب نوعية الشركة والإتفاقيات طبعا طبعا لما منحكي الزامة كمان الدولة بتجبر بأي يعني وسائل حماية معينة بالإلزامة الوسائل أصلا هي الميكانيك السيارة بيكون السيارة يجب أن يكون بحالة صالحة للسيار ها ما بنعرفه اتنين بدي يكون اللي عم بسوقت عبانه مرخص ثلاثة التأمين أصبح الزامي بس بيعز علينا يكون محدد على القليل وهنا حطين سقف حدود الطغطية تنقول 750 مليار ليرة لبنانية عن الحادث بس لازم يكون يقولوا لا سمح الله بحالة الوفاة أقل شاء مثلا 200 مليار ليرة أو 150 مليار لأن بس يموت الإنسان بس تركض الأهل ويركض هيدا وبيصيروا يتشاطروا على الإنسان على موته 20 ألف 3015 ألف 60 ألف 40 ألف هيدا ما بيسوا لازم الدولة تحط الحد الأقصى ولكن يكون في حد أدنى أدنى كمان تما يتاخد بالإمارات فيه مسلا حد الأدنى حطينه كانوا مبلغ 150 ألف درهم خلص هلأ فيك تطلب الأكتر بس ما فيه الناس تنزل عن هالخطوة بينما عنا هوني دايما الشركات هوني الخلاف العام بيصير بس يتوفى الإنسان عم بيخترفوا على التعويض ولو راحوا على المحكم يطلبوا 750 مليار طبعا كمان عنا مشكلة أنه ما حدا بيحكم بهذا المبلغ وبعدين وين بدنا نصير نحن تحت النيجوشيشن ما فيه بزنس فيه كدام ضلي نيجوشيشن خاصة بالتأمين فيه دي إلى ثمن وبتطلع شكرا لك سيد توني نصور مدير عامل ITN شكرا أهلا وسهلا فيك مشاهدينا وقفوا مجعل برنامج النقل مارين انشورنس من ITN يغطي كافة البضائع المستوردة من لبنان إلى الخارج ومن الخارج إلى لبنان برا بحرا وجوا تأمين ضد كافة الأخطار خلال مراحل النقل من وإلى لبنان وحول العالم مع مارين انشورنس من ITN عيش الصحة والأمان 03-546-444 70-546-444 ثم ترجمة نانسي قنقر اس شكرا لكم